من حقك كمربي دواجن انك تسأل نفسك السؤال ده يا طرى مفيش منتج كده يتحط في المياه يخلي الفراختك برد يا اخو يزود وزنها ويخليها كده زي اديك لهيطة وفي نفس الوقت ما يكونش سعره غالي يا طرى في حاجة كده في السوق الجميل في الموضوع ان الاجابة واضحة ومعروفة وكل الدكاترة عارفينها ويمكن المربيين الخبرة عارفينها لكن من قطر ما هي سهلة وبسيطة ما تلاقيش حد يعني ايه مهتم بها قوي تلاقي دايما الناس عرفاها تجي تقول له حطي كذا في المياه يقولك ايو ايو انا عارف ما انا عارف طيب يا سيدي ما تنفذ لما انت عارف المعلومة مفيش فيها خلاف الناس كلها عارفة ان المنتج ده بيكبر الفراخ وبيزود مناعة الفراخ وبيحمي الفراخ من الامراض الفيروسية لانه بيرفع منعتها لما انت عارف كده ما بتحطوش في المياه ليه يقولك يعني ما انا عارف ماشي ربنا يسهل قال لا يا عم الحجة انا بقولك كنز بقولك معلومة انا بقولك خد اكسب خد حط دي في المياه فراخك هتزيد في الوزن ومنعتها هتكون اعالية الا ان انت بتاخد المعلومة ويعني ماشي ربنا يسهل ده حتى اخي في البناء ادمين الرجالة والناس اللي عندها مشاكل يوم الخميس بالذات بياخدوا يعني معروفة يعني مش عايزين نخش في التفاصيل لكن المنتج ده معروف في البشري كمان اكتر ما هو في البطري مهم جدا للخصوبة ومهم جدا للمناعة ومهم جدا بالنسبة للفراخ لايه انه يزود وزن الفراخ خلينا اقولك معلومة كمان قبل منسة ان زيادة المنتج ده ممكن تضر الفراخ علشان كده انا مش عايز اقولك اسمه غير لما اقولك خد بالك متاخدش الكميتون دول وتطلع جري انا خايف اقولك اسمه تقفل الحلقة وتروح جري وتروح تنزله في الماء لا اه ده كده اعرف الاول جرعته ازاي اتركة فين اه يعني هحطه كل يوم ولا امتى وازاي علشان خاطر زيادة الحاجة دي او زيادة المنتج ده ممكن زي اللحمة كده بتعمل نقرس يبقى انا لازم اختار الوقت المناسب والجرعة المناسبة خلونا نبدأ على طول المنتج ده هو اسمه فيتامين هي سيلينيوم فيتامين هي سيلينيوم الناس كلها عرفاة لكن مش يغنين بالهم انه مهم قد ايه وممكن يجي في دورة ينسى يحطه وممكن في دورة تانية ما ياخدش باله ان هو ده اللي نجحه فيتامين هي سيلينيوم كنا بنسميه في الكلية فيتامين اللحلة يعني وانا بذاكر في الكلية كده بنسميه فيتامين اللحلة اللي بيرب بفراغ تسمين لازم يشتغل بفتامين هي سيلينيوم اللي مشتغلش في فيتامين هي سيلينيوم يبقى مشتغلش في فراغ تسمين طيب خلاص يا دكتور عرفنا ان هو فيتامين هي سيلينيوم نخش في الموضوع على طول بقى ينزل ازاي الطبيعي ان انت ما تزودش عن سقوتين ثلاثة في الاسبوع فانا النهاردة لازم اختار معاد مناسب فالافضل انك تحطه قبل التحصين ب12 ساعة تحط سقوة هيسالينيوم مثلا بعد التحصين ب12 ساعة تحط برضو سقوة هيسالينيوم ليه؟ لانه بيزود استجابة الفراخ للتحصين يعني لما الفرخ واخد اسالينيوم بيستجيب للتحصين اكتر طيب حلوي يبقى ده جده مرتين حط كبان مرة في نص الاسبوع لو انت في تربية اهالي وما بتحطش تحصنات اصلا ياسيدي مشيها كل اسبوع 3 ساقوات واخد بالك الفيتامين ده بيتراكم في جسم الفراخ يعني لو حطيت يوم السبت بيفضل معاك يومين 3 مكمل بيتراكم ما بيخرجش في الميا في فيتامينات كده لما تحطها في الميا بتعيش مع جسم الفرخ فترة لانها بتدوب في الدهون زي فيتامين الف فيتامين كاف فيتامين دال فيتامين هيسالينيوم اللي اربع فيتامينات دول من حقك ان انت تحط مرتين في الاسبوع وبقى الاسبوع بيبقى عندك رصيد في جسم الفراخ لكن فيتامين سي اه انت عايز تحط فيتامين سي كل يوم ما فيقى عندك مش مشكلة لانه بيخرج ايه الزايد عن حاجة الفراخ بيخرج خارج جسم الفراغ خلونا نرجع مرجوعنا يبقى فيتامين هي سيلينيوم هو فيتامين اللحم اللي بيقبر الفراغ وبيقوي مناعة الفراغ ضد التحصنات يعني ممكن الدورة كلها تنجح بناء على ان انت منزل فيتامين هي سيلينيوم بيزود الوزن وبيرفع المناعة اللي يخلى التحصنات عندك تجيب نتيجة فالفيروسات ما تجيش تبص تلاقي نفسك هي عملية تراكمية انت بتاخد بالاسباب حطيت فيتامين رفع المناعة زود الوزن اخر الدورة بتكسب هي دي الفكرة ويرب اكون عرفت اوصالها لحضرتك ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل وتنزل حلا تشترك في القناة علشان يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته